السلام عليكم ورحمة الله واللهم صلى وسلم على رسول الله نهاركم أبروك يا أخوتي أخوتي اليوم إن شاء الله مع قناة لكي سنخدم وصفة بريستيج بل بزيف شابة ابنينة غيب البطاطا والبيض ومكوين واحد أخر ثلاث مكوينة فقط سنخدم حاجة تحمر الوجه مع ضيافكم وحتى مع العائلة تحكم إن شاء الله تتبعوا على فيديو الأخر وتكتشفوا هذه الوصفة وما تنسون بجمع متعليق أسفل الفيديو نبدو بسم الله على بركة الله هنا بسم الله عندي 6 حبات البطاطا متوسطين هذه البطاطا هنا خسلتها ونقيتها عاود خسلتها وشللتها بالماء وخليتها في كسكاس تكتر حتى لي قطرت جاعة من هذه الماء ونشفت كي تتلبنسوا الحبات على البطاطا تجدوها نشفة هنا سنزيد معها المعدنوس كمية معدنوس ندوغ غير وراقي أنا هذه السيقة نخليهم في مرقة ولا شيء قمت هنا غيسيبيون سوف نبشر هذه البطاطا سوف نرابها سوف نرابها ندوغ ونرد حتى لا تفتت بكثير ولا تقرد هذه البطاطا سوف نكون حجمها أضوال سوف نكمل في هذه الحبات نرابها ونرابها ندوغ بكثير هنا تقرد حبات حبات بطاطا حبات منتوسطة نرابها سوف نرابها النسفة ونرابها يجب أن أعطوني الشابة كما الوراق ويجب أن أعطوني الشكل الجمالي في الوصفة سوف نقطعها الكثير من الوراق ويجب أن نزيدها في الوصفة كما لا يوجد نص أو تعذر عليك أحشاب المناسيمة أحشاب المناسيمة يجب أن تخلطها في الدار قليلا زعيترة قليلا زعيترة قليلا زعيترة قليلا زعيترة مهم أحشاب المناسيمة أولا قصبر مجفف ينسمون لك البلات سوف نخلطها بزوج مغرفة للوح نخلطها غاية الوصفة كما رأيكم تشوفون لا تطلق لي الماء يجب أن تنشف لكم ويجب أن تشف لها ويجب أن تشف لها ويجب أن تشف لها ويجب أن تكون مقلقة ويجب أن تشف لها هنا نجب غسيبين أخر ويجب أن نضعه في البيض ويجب أن تكون قليلا زعيترة لا يكون كبير ويجب أن تكون صغير هنا نقول لكم أن تتأكدوا بأن تزجوا مليح ومشي مرش خامج أحشاب الماء ومشي مرش هناك تنشف لها ومشي مشي مرش سوف تسوء هناك نصف ملعقة صغيرة توم مجفف كثير مجددا ونضع نصف ملعقة حرور الفلفل الأسود ونضع الملح حوالي ملعقة صغيرة تعمل خلط غاية بالفوي حتى البيض يخفيف لا يوجد سلوكات تاوعه لا يوجد سائل هذا البيض نضعها فوق البطاطا وهنا هي الوصفة التاعي نخلطها غاية و ندخل البيض في وسط البطاطا نخلط الغاية لجهة و نضع السنين لدخل الكوشة سعيدة على درجة 180 لتحمل غاية و نضع الزبدة و نضع الزبدة نضع نصف مغرفة كبيرة نضع الزبدة و نضع الزبدة و نضع الزبدة و نضع الخالط من بعد لا يسقط لكي طيب و لا يريد أن يكون المشكل و نضع الخالط و نضع الخالط لكي يتوزع الزبدة و نضع و نتفرشه على السنين و على الورقة و نضع الزبدة و ندخل حجم الزبدة و منخل الوصفة و نضع عبدة نضع الزبدة و نسقط على الوصفة 35 دقيقة خرجت لي غاية ونشفة ملفوقة تماما هذا هو كل حواشي لرهم محمرين بالزيادة هذا هو غير البيض السائل هنا سوف نقلبها في السنة السنة سيكون حامية و ساخن و الورق الزبدة لا يوجد مشاكل فيها بالزيت ينقلع لا يلصق مواله هنا لا يمكن أن نقلع بسكوير و الثاني ينقلع زيت ولا تشوية الدهان هنا سوف نقلع لي لا تقلعه و لا ترموش هنا سوف نقلع جبن المبشور او جبن المثلاتات او جبن الطلي او اي نوعية على جبن تفرشي غاية هنا دائما نقوم بالشادر نوعية ثانية و يعطيني بنا شابه و بنته ما عندنا ما نقوله فيها جبت هذه الورقة الزبدة حطيتها فوق شبيكة و حطيت فوقها الرولي او البطاطا سوف نبدأ الرولي بالاستعانة أو تعاوني هذه الورقة على الزبدة نقعده الرولي و نلوو على بعضه مع هاداك الجبن هنا لا تقصر لكم شويه و يتهرس لكم شويه ما عليش غادي قول شيء من بعد غادي تصقم هنا غادي نعاود الرولي هنا غايف في الورقة الزبدة نحليه واحد او ثلاثة غايف تقدمه نضع نصف ملاقة زبدة نصف مغرف كبير يكون هذا الدهان قليلا دائب وتمسحه بالمغرف تمسحه على وجه هذا الرولي ندخلها للفور خمس دقائق يقدم حمرنا من فوقه ويعطينا تحميره شابه ندخل الفور ونخرجه نضع فوق الاغضواز وتقطعه بالصحة لا تجعله قليلا يدفع هنا سوف نقطع فيه هنا تجيب خدمة أو سكين منشار الخاص بالخبز المهم يكون مسلم لكي تقطعه الرولي هنا تبدو تقطعه متساوية سوف تحامي بزيف ساخن جدا هنا درت لها المغرف لا تساعدك لا تجعله لا تجعله سوف تخسره هنا تجعله استعانه باليد مع الخدمة تقطعه هنا الرولي وتقدمه كما تريد ونعطيكم أفقار لتقديم هذا الرولي هنا كل المناسبة وكيف تقدمه فيها هنا سوف نواصل كما هكا شاهدتوا الطبقات تبارك الله شباب هنا هنا قد انتغل العائلة دائما نضيفهم سوف خفيفة الخضار لكي اشتركها وكيف تقدمه في القناة سوف تقوم بالرابط أسفل الفيديو هنا تقدمه لديفور لا تفعله أضعه بالجبن الطري أو تقدر تضعه كاتشب مع مايوناز أو أي شيء زيت ألوان ودري معاها كورنيشون وقدميه شوفوا بريستيج بل بزاف هذا يدخل في المملاحات بريستيج شوفتوا ما فيه لعجين لا شابلوغ وما دلنا فيه حتى حاجة غدا هنا نقطعها قدامكم الشكل تاعة هي الشهة للماكلة ما شاء الله علي احتلبنا تاعة ما عندي ما نقول فيها جربوه وردو لي في تعلقكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة